فساد متجدر يعكس صراعا على تقاس والاقتصاد الرائعي بين الفرقاء السياسيين وقوى السلطة والنفوذ في العراق فساد أصبح عبارة عن شبكات عنكبوتية فهو لا يقف عند حدود شخصيات في مناصب عليا بالدولة وإنما يمتد ليشمل مافيات سياسية وشخصيات خارجة عن التوصيف السياسي تعمل مع شخصيات حكومية أو حزبية متنفذة أو بعنوانات مكاتب اقتصادية تابعة لأحزاب سياسية أو ميليشيات مسلحة في العراق مؤسسات رسمية تتعدى تسمياتها وعناوينها وظيفتها مكافحة الفساد كهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ولجنة النزاهة في مجلس النواب ومحاكم قضائية مختصة في النظر بقضايا الفساد ولكن الفساد باق ويتمدد وله سلطان أعلى من سطوة القانون الذي يحاربه حينما يكون بلد مثل العراق متربعا على عرش صدرة الدول الأكثر فسادا فإن ذلك يكشف عن مشكلة حقيقية في النظام السياسي والقوى الحاكمة التي أنتجت هذا الفساد بيد أن المفارقة هو أن الجميع يدعي محاربة الفساد حتى رؤوسه الذين يعتاشون عليه الخطورة ليست في الفساد وانتشاره وإنما بتغلغله إلى مؤسسات الدولة وتقبله من قبل المواطن والسياسي على حد سوا ومن ثم بات ينتج أعرافا وقيما اجتماعية وثقافة تتقبل الفساد إذ أصبحت القاعدة العامة أن الفاسدين في هذا البلد هم الأكثرية وأن صوتهم هو الأعلى كما أن نظرة المجتمع إلى كل من يتولى منصبا سياسيا أو وظيفة إدارية تكون باعتباره متهما بالفساد ويمكن تخيل الخطورة على القيمة الاجتماعية حينما يحتفى المجتمع بالفاسدين في المناسبات الرسمية وحينما يتم تدويرهم في المناصب العليا للدولة وسط غياب المحاسبة الحقيقية لمن يثبت تورطه في قضايا سرقة المال العامة وما دمت المنظومة الحاكمة تعترب بتغلغ الفساد في جميع مفاصل الدولة وفي الوقت نفسه لا تحاربه فالنتيجة بأن الفساد هو جزء من عمل منظومة السلطة بمسوياتها العليا ثم تكون النتيجة كارثية يدفع ثمنها الشعب من قوته الذي يسرق في وضح النهار ترجمة نانسي قنقر